السلام عليكم زيكم يا جماعة عاملين ايه ايه رأيكم في الشنطة الصغنطوطة او البوك يعتبر التحفة ده ده ياخد الكروت ياخد المحفظة ياخد الفيز ياخد اه فلوس بسيطة اه تتعلق في اليد بالشكل ده بجد شكلها تحفة جدا على الطبيعة وكيوت جدا ونخدتش وقت خالص في الشغل اه اول حاجة مع بعض هنستخدم خيط ستين مقاس ستين والخرز مقاس تمانين زي ما انتم شايفين اه انا استخدمت خرز لولي اول حاجة هنقطع اه الخيط حوالي متر عشان ناس كتير بتسألني قطعتي خيط قد ايه وبدأت احط اول حاجة اول غرزة ربعية اربع خرزات زي ما انتم شايفين وبعد ما احط الاربع خرزات في الخيط بالشكل ده هرجع اه راجع في اخر خرزة بطرف الخيط بتاعي والطرف الخيط التاني هحطه بالشكل ده والاتنين يكونوا قد بعض وابدأ اشدل تحت كويس جدا واهم حاجة عشان ناس كتير بعطتلي في الكومنتات ليه الشغل بيكون مرخي اهم حاجة نحط العقدة بتاعتنا في نص الخرزة الغرزة اللي بعد كده الربعية هنحط خرزتين في طرف الخيط الشمال ونرجع فيه بالفيونكة بتاعتنا والطرف اليمين هنحط فيه خرزة واحدة يبقى اليمين خرزة والشمال خرزتين زي ما انتو شايفين اهو في الفيديو وهنحط الطرف الخيط بالشكل ده هنا وهنشد كويس جدا لتاعته اهم حاجة العقدة بتاعتنا يا جماعة تكون فيه نص الخرزة بالزبط هنفضل نعمل العملية دي اه اكتر من مرة زي ما انتو شايفين اهو في الفيديو هنحط اليمين اه خرزة واحدة والشمال خرزتين اه حنقيس على الكارت بتاعنا اه حنعمل قد ايه بالزبط انت عايزة تكبريه عن كده براحتك عايزة تصغريه براحتك دي حاجة ترجع لك المهم الخطوة دي اللي هو الطرف الشمال خرزتين والليمين خرزة انا دلوقتي عملت كام اهو بقيس على الكارت بتاعي ونكون مزودين عن الكارت اخر غرزة في السطر هتتعامل ازاي بنحط التلات خرزات في طرف خيط واحد هنحط التلاتة مرة واحدة في طرف واحد مش هنستخدم الطرفين وحنرجع اه الخيط بتاعنا في اخر خرزة ونحط الطرف بتاعنا التاني في في يونكا بتاعتنا او في العقدة والاتنين يكونوا قد بعض ونشد كويس جدا واهم حاجة زي ما احنا قايلين العقدة بتاعتنا تكون في نص الخرزة هنلف الشغل بتاعنا اهم حاجة نطلع يكون الخطين طلعين من الخرزة دي اول غرزة في السطر اللي بعد كده هنحط فيها تلات خرزات في الطرف الشمال ونحط الطرف الخيط بتاعنا المين بالشكل ده وبكده نكون هنبدأ لو انا تنتها بالشكل ده يبقى انا شغالة رأسي يبقى حبدأ اشتغل رأسي هنشتغل على الخرزتين دول تمام انا دوقتي باشتغل غرزة ربعية معايا خرزتين يبقى هنضيف خرزتين هنضيف الخرزتين اهو في الخيط ونرجع في اخر خرزة ونحط طرف الخيط بتاعي التاني في الفيونكا ونشد كويس جدا وزي ما متفقين اهم حاجة العقدة بتاعتنا تكون في نص الخرزة هنشتغل داير ميدور لحد ما نرجع دا لو احنا هنشتغل فرضاني انا حبيت بس اوريكم عملي لو هنشتغل فرضاني هنعمل ايه بس انا حابة اعرضها شوية القعدة بتاعتي فاخر غرزة في السطر هنشتغلها عادي اهو ونحط الخرزتين بتاعتي هنا لو انا حعملها عريضة لكن لو كنت تانيها زي ما انا كنت تانيها من شوية هنكمل داير ميدور عادي خلص دا لو عايزنا الكروت بس بس انا حبيت اعرضها شوية اخلي القعدة عريضة شوية بحيس انها مسلا مش تشير كروت بس لو حطين فيها فلوس اه مش كوين تكون يعني ورق تمام وهي ينفع يتحط فيها كوين عادي بس انا يعني عشان ما يقعش منها حاجة كده خلاص خلصنا القعدة بتاعتنا هنبدأ نشتغل الشغل الرأسي او الارتفاع بتاع البوك بتاعي هنبدأ نحط ايوة شطرين تلات خرزات اول غرزة في اي سطر بتكون تلات خرزات اهم ونرجع في اخر خرزة الخيط ونحط الطرف الخيط بتاعي فيه ونشد كويس جدا وتتنوب الشكل ده هنبدأ نحط الخيط بتاعي فيه الخرزة اللي بعد كده يبقى معانا خرزتين نشغلين على خرزتين هنحط خرزتين في الخيط ونرجع في اخر خرزة ونحط الطرف بتاعنا في الفيونكة او في العقدة وهنفضل مكملين بالشكل ده لحد ما نخلص السطر بتاعي داير ما يدور هوريكم اخر غرزة بنعمل فيها ايه احنا هنفضل مكملين لحد ما نوصل لاخر خرزة انا دلوقتي كملت عشان الوقت ودخلت الخيط بتاعي في التلات خرزات اهم اه ما احنا عشان نعمل اخر غرزة ربعية يبقى هنحط خرزة واحدة بس هنحط خرزة واحدة بس ونرجع فيها ونحط الطرف الخيط بتاع التاني فيها وكده نكون خلصنا اول غرزة او اول سطر في جسم البوك بتاعي هنفضل بقى مكملين بس اول حاجة اه اول غرزة في اي سطر زي ما احنا متفقين اول غرزة في اي سطر رباعي يبقى بنحط تلات خرزات بالشكل اللي انتوا شايفينه ده وبعد كده مندخل الخيط في الخرزة اللي بعد كده ونحط خرزتين هنمشي طول السطر خرزتين خرزتين لحد اخر غرزة بندخل الخيط في التلات خرزات زي ما انتوا شوفتوا في السطر اللي قابلي كده ونحط خرزة واحدة في اخر غرزة في السطر يبقى البداية تلات خرزات والنهاية خرزة واحدة بس وطول السطر ماشيين بخرزتين هنفضل مكملين البوك بتاعي بنفس الشكل وزي ما احنا قلنا يا جماعة البوك ده ميني بوك يعتبر بوك صغير يدوبك يشيل كروت او فلوس صغرناء يعني مش كتير وتكون ورق هنفضل مكملين زي ما انا قلت انا كده عملت الارتفاع المناسب بتاعي زي ما انتوا شايفين هنعد مع بعض واحد اتنين تلاتة اربعة خنسة اه عملت تقريبا خمس سطور ومش مهم عملت كم سطر مهم تقيسه عليه الكروت الكارتة اهو اه دخل ومش باين فكده مناسب جدا جدا معايا وبكده نكون خلصنا بارت وان انتظروا بارت تو بازن الله هنزله على طول ازاي كملنا اه اخر سطر وازاي عملنا اللاب بتاعنا وازاي حطينا القفل المعدن ياريت لو اعجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة واتفعلوا الجرس عشان يوصلكو كل جديد باي باي